اهلا وسهلا بكم يا جماعة في القناة بتاعتي انا وسامة غزال النهاردة عندنا درس جديد هنتكلم فيه مش عن بريمير برو او افتر ايفكس المراضي هنتكلم عن حياة جديدة ادوبي اصدرتهم من حوالي اسبوعين او تلت اسابيع اسمها بريمير روش اداة سهلة وسريعة جدا لأي حد عاوز ان هو بس يجمع او يقطع بعض الفيديوهات البسيطة مع بعض للاستخدام السريع على فيسبوك او انستو جرام اداة سهلة وسريعة ومفيدة جدا لأي حد مش مهتمة قوي ان هو يبقى خبير في الفيديو ولكن في حاجة ان هو بشكل سريع لو انت بتستخدم اي موفي اعتقد ان انت حتغير رأيك بشكل كبير جدا بعد ما تشوف التوتوريال ده معايا النهاردة يلا نبدأ كده مع بعض خطوة بخطوة مع بريمير روش ونشوف حنستخدمه ازاي طيب جماعة دي مجموعة من الكليبات والفوتج اللي انا قبل كده عملت لها ممكن نشوف مع بعض ازاي اول حاجة ممكن تتعامل في اه ادوبي بريمير برو لو انا مسلا حبيت ادليت الجزء دوت من الفوتج بتاعي زي ما احنا شايفين الفيديو بتلزق تاني بعضها او بتسناب باك في بعض مرة تانية من غير ما انا احتاج اغير اي حاجة ونفس الفكرة لو انا حبيت معنى ولي اغير حاجة او اعمل ري ارانجمنت الحاجة بتسناب باك مرة تانية مع بعض بحيث ان هي بتكون سيكنس جديدة من غير او بتقلل المجهود او عدد الحركات اللي انا لازم اعملها علشان ارتب السيكنس بتاعتي حاجة تانية لو انا حبيت اري كولر الجزء ده بروح للايكون ده تلات دوائر مع بعض ويباختار اي بريست من البيست المعمولة من ادوبي هنا فممكن مسلا لو انا حابب الشكل اللي هو ممكن اروح للسينماريك وزي ما احنا شايفين اللون اتغير وكمان الجودة بتاعة الفلتر نفسه عالية مش مجرد ان هو فلتر وخلاص او ممكن اغير الفيلم وممكن استخدم السلايدر ده اللي هو بتاع الانتنسيتي بحيث ان انا اقلل او ازود او مدى الوضوح بتاع الفلتر ولو انا حابب كنترول اعلى ممكن طبعا اروح لخانة ادت واغير في اي حاجة من الحاجات اللي انا عاوزها اكني في ادوبي بريمير برو او او بصراحة جماعة الانتروفيس بتاع اه بريمير روش لو حد بيستخدم هو شبه جدا ولكن تخلي ان احنا عندنا دلوقتي بس بنعمل عليه ادت للفيديو هو ده بريمير روش الحاجة التانية لو انت حابب انك تزود عنوان لبداية او نهاية الفيديو بتاعك بتروح للحرف التيدة والخانة او بتفتح وبتختار اي انت عاوزها بتدراج وتدراب على الجزء اللي انت حابب تزود في العنوان هنحطه هنا في اخر الفيديو بتاعنا ونحرك بس الكرسر عشان نشوفه احنا بنعمل ادت عندي سطرين السطر الاول حكتب عليه اسمي بالشكل ده والسطر التاني اللي هو الساب هيرر حكتب عليه اي حاجة انا عاوزها حكتب دلوقتي مثلا اه بريمير روش وفي نفس الوقت عندي سلايدرز ان انا بحيث ان انا اقدر هتحكم في واي حاجة انت لو انت حابب تغير في بتاع الفونت او تختار فونت تاني من عندك من على الكمبيوتر اعمل خليك بس متأكد انك بيتهايلايت زي ما انا عملت دلوقتي الحاجة الثالثة هنا هي ودي حاجة من الحاجات المش مطورة قوي في برنامج روش الحاجات اللي موجودة فيها بحاجات بداية جدا زي ما احنا شايفين او حاجات بداية جدا بالنسبة لاي ايدوتر محترف بس تاني مرة تانية يا جماعة مش معمول لاي اه نقلات او انتقالات معقدة زي ما ممكن نعمل في فهنا مسلا لو انا عايز انتقل من ده للي بعده بدراج واندروب اه و لو عملت بتشتغل هي بيبقى المعروف خالص اه الممكن يتعمل في اي لو انت طبعا حابب انك تزود الفترة بتاعت الترانزيشة ممكن ت الايكون دوت بالشكل دوت والعكس صحيح دلوقتي لو انت حابب تشوف الفايلز اللي انت عملت لها جوة الاول زي ما احنا شايفين هنا صغيرة شوية ومش واضحة قوي فبتدوس على الايكون ده وبيطلع لك كل الفايلز اللي انت دخلتها في او ما بدأت بتاعك بالشكل دوت حتى الاوديو فايلز بتكون برضو انكلولر وبعد كده لو حابب انك تكسبورت بتروح لتاب اللي اسمه شير فوق ولو عايز تعمل اكتيفيت لانستجرام بحيث ان انت تكسبورت الانستجرام بالمرة وانت بتشتغل وبعد ما تختار المكان اللي هتعمل فيه تدوس اكسبورت وبالشكل ده هتكون كل حاجة خلصت زي ما احنا شايفين سهل وسريع جدا وفي حاجات كتير اوتوماتيك اه واخدين بالها منهم منها بحيث ان انت ده ما تعدش ضايع وقت في انك تريسيز الفيديو والبروستس العادية اللي احنا كلنا عارفينها بالنسبة لي احسن ميزة في بريمير راش يا جماعة هو الموبايل افليكيشن زي ما احنا شايفين كل حاجة انت بتعملها في بريمير راش بتكون معمول لها السيف على الكلاود فحتى لو نسيت تسيف الفايلز بتاعتك ممكن بعد كده مجرد ما بتبدأ بريمير راش سواء على الكمبيوتر او على الموبايل عندك فهنا الموبايل انا احنا كنا عملنا ادت للفيديو دوت على الكمبيوتر هنا نفس كل حاجة عملتها على الكمبيوتر واضحة قدامي على الموبايل افليكيشن حيث ان انا لو حابب اغير حاجة اعمل لجزء معين بروح لخانة اه كولر واختار وبريست وتحكم في الانتنسيتي بنفس السلايدر لو انا حابب مثلا اه اغير او ازود عنوان اما ممكن برضو اروح للجزء اللي انا عايز ازود في العنوان ادوس على تي واختار اللي انا عاوزها علشان تبقى العنوان بتاعي اه الحاجة الثالثة والاهم بعد كده جماعة بالنسبة لي في الموبايل افليكيشن ان احنا ممكن اه نزود او نختبر شكل الاب حيكون عامل ازاي او الفيديو حيكون عامل ازاي على اه بورتري او لو انا عايز اعمل اه اكسبورت الموضوع سهل وسريع جدا مش محتاج اي ممهود وبيدي لك ميزة قوية ان انت بتشوه في بتاعك هيكون عامل ازاي قبل ما تعمل اكسبورت بحيس ان انت لو غيرت رأيك او حابب تعمل قادرة لحاجة معينة يكون سهل عليك ان انت تعمل ده اخر حاجة طبعا بعد ما تخلص تروح ولو انت حاجة تزبط اي حاجة في تعملها بشكل سهل وسريع بشكل كبير انت خلصت كل حاجة من الموبايل ده بشكل او باخر كل حاجة كنت حابب اشارها معاكم النهاردة جماعة على الصوفوير الجديد اللي اصدرته من فترة بسيطة اسمه يارب يكون استفدتم من النهاردة بحاجة ويارب يكون عجبكو التوتوريال لو عندكو اي استفسارات من فضلكو سيب تحت اه في واشوفكم المرة الجاية